السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناس كتير بتقول بتاخد فيتامين دال لكن لسه نسبته قليلة في الدم ايه السبب؟ السبب انك ممكن بتاخد فيتامين دال بطريقة غلط هقولك في 40 ثانية افضل الاوقات اللي ممكن تاخد فيها فيتامين دال اول حاجة فيتامين دال من الفيتامينات اللي بتدف الدون علشان كده بيمتص بسرعة واسل مع الاطعمة النهنية الدسمة زي وجبة الغداء علشان كده افضل وقت تاخد فيه فيتامين دال بعد او اثناء وجبة الغداء مش قبلها ثاني حاجة فيتامين دال ممكن يتاخد في الصباح أفضل من المساء لأنه بيمتص أسرع في الصباح ولو اتاخد بالليل ممكن يعمل أرق والطرف النوم لكن لو فيتامين دال يتاخد في الصباح ويسبب غسيان وقيق ممكن تاخده بالليل رابح حاجة فيتامين دال ما يتاخدش مع الأطعمة الغنية فيتامين دال لأنه معنى ذلك أنك بتاخد جرعة زيدة من فيتامين دال خمس حاجة ما تاخدش فيتامين دال مع أدوية الصرع أدوية الحموضة مدرات البول أدوية الالتهاب وكمان أدوية الكوليسترول سادس حاجة علشان فيتامين دال يشتغل كويس لازم حركة ورياضة يعني ما ينفعش تاخد فيتامين دال وتجلس في البيت دي أفضل الأوقات اللي تاخد فيها فيتامين دال الفيديو اللي جاي ان شاء الله هقولك على أهم عشر فيتامينات مفيدة جدا لصحة جسمك بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شيره لغيرك بتمنى ليكم السحة والعافية كم معاكم دكتور تلق تركي الشيرك راحة العظام والعناب القدم والقدم السكري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واخد دعوان أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته